بسم الله الرحمن الرحيم لو شك الإنسان في عدد الأشواط في أثناء الطواف الواجب بطل طوافه وهذا يحصل كثيرا يشك في خلال الطواف أي شوطن هذا بطل طوافه إلا إذا كان معه من يحفظ عليه طوافه أول شيء قلنا في أثناء الطواف شك معنى ذلك أنه لو شك بعد الانتهاء منه عقب ما خلص الطواف وذهب إلى الصلاة صلاة الطواف شك أنا أتيت بالطواف الكامل أو كان ناقصة هنا تجري قاعدة الفراغ خلص فيبني على أنه أتى بالطواف الكامل الصحيح لأنه تجاوز الشك الشك الذي يؤثر أن يكون في خلال الطواف ونقصد بالشك هنا ما يشمل الظن ربما يظن بأحد الطرفين يقول أنا شاك بين الخامس والسادس لكن أظن ثمانون بالمئة عندي احتمال أنه السادس مثلا وعشرون بالمئة أنه الخامس لا ينفع الظن هنا لا ينفع الظن أساسا لا يغني من الحق شيئا القرآن الكريم يقول إن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا نعم هناك موارد خاصة جاء فيها دليل على أن الظن فيها مجز منها الظن في عدد الركعات ركعات الصلاة شك الإنسان في أي ركعتين في الصلاة شك بين الأولى والثانية الثانية والثالثة الثالثة والرابعة لا فرق إذا كان عنده ظن بأحد الطرفين يبني على ظنه الظن في عدد الركعات في حكم القطع في حكم اليقين من موارد حجية الظن الظن القبلة إذا لم يعرف الإنسان القبلة لكن كان يظن كان يظن أنها في هذه الجهة مثلا يعتمد على ظنه هذه فيها أدلة خاصة وإلا بشكل عام الظن لا ينفع شيئا الآن هو في أثناء الطواف شك أي شوط هذا سواء أكان عنده ظن بأحد الطرفين أم تساوى الطرفان لا فرق الطواف باطل باطل يعني شنو؟ يعني خلص يبتدئ من الأول يبتدئ من الأول وليس له أن يبني على الأقل ويقول طيب أنا شاك بين الخامس والسادس فلاعتبره خامسا خلي أعتبره خامس وآتي ببقية الأشواط لا حق له خلص الطواف باطل هذا الكلام كله في الطواف الواجب أما طواف الواجب ما هو؟ طواف العمرة طواف الحج طواف النساء هناك ثلاثة أطواف واجبة إن صح التعبير هذا الجمع صحيح جمع الطواف أطواف أطوف طوافات كلها قد تصح المهم هذه الثلاثة طواف العمرة طواف الحج طواف النساء إذا شك في واحد من هذه الثلاثة يبطل الطواف أما إذا شك في طواف مستحب انتهى من العمرة مثلا عمرة التمتع الآن ما عنده مثلا شيء واجب يذهب إلى المسجد الحرام ويطوف مر علينا قبل ليلتين أو ثلاث أن أفضل الأعمال في المسجد الحرام هو الطواف تحية المسجد الحرام الطواف ويستحب للإنسان أن يطوف مدة مكثه في مكة يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طواف إن استطاع ثلاثمائة وستين طواف كل طواف سبعة أشواط يضرب سبعة بثلاثمائة وستين شيء كبير جدا وصعب الحين قال جماعة من الفقهاء إذا لم يمكنه أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فليطف ثلاثمائة وستين شوطا تصير حوالي اثنين وخمسين طواف لا بأس المهم الطواف المستحب مطلوب أن يطوف الإنسان فإذا شك السؤال كثير الشك يعتني بشكه هنا هناك عنوانان كثير الشك والوسواسي كثير الشك قد ينتد شكه لأمور عارضة عند مشاكل فمن من من شغال فكره يشك يعني ممكن صار لشهر شهرين هاي شك بالصلاة بأعماله بس هو إنسان طبيعي الآن لطارئ صار كثير الشك كثير الشك يعتني بشكه إلا في الصلاة في الصلاة فقط وأضاف بعض الفقهاء الطهارات الثلاث المرز جواد التبريز رحمه الله أضاف الوضوء والغسل والتيمم قال كثير الشك فيها لا يعتني أما غير هذا غير الصلاة وغير الطهارات الثلاث كثير الشك حكمه حكم الشخص العادي نعم هناك شيء آخر وضع آخر وهو الوسوسة وهو نوع مرض نعوذ بالله قد يصاب الإنسان بالوسوسة يشك من غير مبرر يعني مولي أنه عنده مشاكل وكذا لا هو بكل شي يشك بكل شي يشك من دون سبب تقول ليه انت ليش شكت بالطواف بين الخمسة والستة يقول شفت أكو واحد قاعد يمشي بذاك الصوب وإذا يمشي بذاك الصوب بالله مشى من هالصوب ما تشك مثلا يعني شك ما ل ما ل مستند عقلائي إلى هذه المرحلة هذا مصاحي مريض بعد لا يعتني بشكه يبني على الأكثر على ما يصحح طوافه زين في الطواف المستحب هذا الكلام لا يأتي إذا شك في الطواف المستحب بين الأقل والأكثر يبني على الأقل ما يدري ثلاثة أو أربعة يعتبر ثلاثة ما يدري أربعة أو خمسة يعتبره أربعة في الطواف المستحب يبني على الأقل أما في الطواف الواجب إذا شك في خلاله طوافه باطل إلا إذا كان هناك من يحفظ عليه طوافه هو ويا واحد من أصحابه هو شك سأله لهذا صاحبه إحنا بأي شوط قاله بالرابع خلص يعتمد يعتمد مطلقة يعني حتى لو كان هذا الشخص غير عادل مثلين هنا بعد لا تشترط العدالة أي واحد ويا يعدل طوافه يجوز له أن يعتمد عليه الواجب والمستحب إذا كان هناك من يحفظ له طوافه يجوز له أن يعتمد عليه جاهل الحكم أيضا يبطل طوافه إذا ما كان يدري وبعدين عرف لازم يعيد الطواف وأنت زين هذه مسألة مسألة أخرى الإنسان يجب عليه أن يطوف بالبيت القرآن الكريم يقول وليطوف بالبيت العتيق العتيق ليش اسمه عتيق كلمة عتيق تطلق على أكثر من معنى تطلق على الشيء القديم شيء قديم يقال هذا ثوب أتيق الكعبة المشرفة بيت الله الحرام أقدم شيء أقدم شيء في الكرة الأرضية القرآن الكريم يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وهناك رواية مضمونها أن أول ما خلق الله عز وجل خلق موضع الكعبة يعني الكرة الأرضية على الرواية الله عز وجل ما خلق الكرة الأرضية ككرة مباشرة خلق كتلة وفرض صخرية اللي الآن هي مكان الكعبة ثم دح الأرض من تحتها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها أول شيء خلق هذه الكتلة ثم دح الأرض من تحت الكعبة فهذه البقعة التي فيها الكعبة أول ما خلق من الأرض البيت العتيق يعني القديم من أول كان المعنى الثاني لكلمة عتيق يعني معتق إذا عندك عبد وأعتقته هذا العبد يسمى عتيقا يعني أعتق زين الكعبة من شنو أعتقت الرواية أيضا قايل في مضمونها أنها أعتقت من الغرق يوم صار الطوفان طوفان نوح على نبينا وآله وعليه السلام الطوفان صار وغط الكرة الأرضية هذا المكان الذي فيه الكعبة الشريفة ما غرق بقى فراغ فراغ والمياه محيط به من كل جانب ومكان وفيه فراغ مكان الكعبة وجاءت سفينة نوح عليه السلام وطافت حول هذا المربع الفراغ طافت حول هذا المكان فسمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق زين الحين المطلوب منا أن نطوف بالبيت العتيق وهذه من أهم المناسك القرآن الكريم لما يتحدث يقول ولله على الناس حج البيت ما قالت ولله على الناس الحج مع أن الحج مركب من إحرام طواف سعي وقوفان بعرفات ومزدلفة ورمي وإلى آخره الآية قالت حج البيت يعني ركزت على البيت الحرام يعني هذا ربما يكشف عن أن أهم أهم ركن في الحج هو الطواف حج البيت زين يجب علينا أن نطوف يعني شنو أن نطوف يعني لا أن يطاف بنا ولا أن يطاف عنا الحين لو فرضنا واحد رايح للكعبة يقول والله أنا ما لي خلق أطوف زين ماذا تريد يقول للواحد هاك أخذ دينار شيلني حطني على كتفك ودور بي حول الكعبة مثلا بحيث هو ما له سلطة عليه ذاك يشيل وخلص بعد يقول أن بعد ما عليك لا تفكر فكر بحساباتك وأنا أفرك سبع لا أن يطاف به أو يطاف عنه قال للواحد أنت روح طوف عني نيابة عني هو يقدر يطوف يصير هالحشي هذا ما يصير مثل ما واحد يقول الواحد روح صلي عني أنا ما لي خلق أصلي أنت روح صلي هذا الكلام ما يصير المطلوب أن يطوف لا أن يطاف به ولا أن يطاف أن هو مع التمكن إذا يقدر ربما يكون تعبان آجز أن أن يطوف ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن يطاف به يشيل ويطوف عجز قد تصل به الأمور نعوذ بالله إلى مرحلة واحد رايح المكة قبل ما يطوف نعوذ بالله دعمته سيارة صار لحادث تكسرت إيدي ورجلي نيمه بالمستشفى يقول أنا وين أقدر أروح أطوف لا أقدر أروح ولا هم يصير يشيلوني مثلا صعب خطر عليه في مثل هذه الحالة يستنيب شخصا ليطوف عنه تجي المرحلة الثالثة وهذا فيه بعض الكلام يأتينا إن شاء الله شكرا للمشاهدة